السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول ملاحظة أول ملاحظة أول ملاحظة قناتي الثانية قناتي الثانية قناتي الثانية أدري تردد فعل الأغنية تحليه وفهذا الفيديو أخي عبد الرحمن رسل لي مباراة المنتخب المغربي والهدف الجميل للعب صوفيان بوفال أداء كبير للعب صوفيان بوفال بتصفية المهين للكس العالم يلا شوفوا مع بعض أخوتي أخوتي ماذا حدث في هذه المباراة كما رابط الملخص موجود في قناة أنوى Pro-1 رابطها موجود في الاسمال اه negative تحكيرين كما يبدأ المصافحة مع الفريق الجيني الأصدقاء يعني في النادي يلتقي في إفريقيا يعني صراعاً إفريقيا زيناريوها التحيا هي الأغلب ملاحظة ممكن أن تكسبها أوسائيس رميل يعني ممكن تكسب منتخب ضعيف جداً يدل لك مفاجأة. صراحة يعني منتخب ضعيف جداً. لأن هناك منتخبات غير معروفة نهائياً في عالم كرة القدم. في عالم كرة القدم أقولها. بينما في أوروبا يعني المتخبات معظمهم عندهم بعض المتخبات ضعيفة نغيرها المقدولية ورومانيا إلى آخرين. ولكن يعني متوقع. القوة التاحة. متوقع معرفش. أنا طرر خاطر للاعب والحارس يسيبون لا يقر على المقابل الغير والدفاع يتدخل مبتاز. صراحة أشوف القوة الدفاعية هنا بوم يا رب. تدخل قوي في المكان المناسب. هنا خطأ نسان الغير والكرة راح تهلى الأول والثاني راح تهليه. بالثاني راح تهليه. شوف الكرة كيفاش كانت. حاول يحطها له يعني في الزاوية. ولكنها مرت جانبية. شوف الكنترول أول مرت بعد. يعني يضربها مضربه في المكان المناسب. راح تلكورة الأولى للمتخب المغربي الخطير صراحة. وهي الكورة عالية لأمان. هو الحارس المحن المناسب. عيوب الكعبي المهاجم الصراحة للمتخب المغربي أيصان بعض المتخب القيلي. الدخول الدفاعي موفق في المكان المناسب ورمية مرمى واضحة وضح شمس لها لقم عشرة. لا مجانا هي التمثيل واضحة وضح الشمس للكتها آخر مضربها. كورا غينية نتوزيع الحارس ياسين بونو الأقرب. وورا أخرى مغربية السياسية عودين الحارس ياسين بونو الهاب شكل جميل بالنسلوح. من شاء الله الرأسي الأولى. الثانية دخلت. الأولى في القائم والثانية دخلت. نعم دخلت الهداف الأول للمتخب المغربي. بعد لقطة شوفوا ما حول الأولى. والثانية داخل الشباك. أيوب الكعبي الهداف صراحة لرام أدي أداء ثابت باسم الله. ما شاء الله عليها. الحارس القائم واللي أقرب. الكورا الأولى عارضة الوفقية على هاس ما أعتقد. هو الأدف الأولى لتخل مغربي. وورا في غياب للعب. حكيم زيش يعني ماذا يكون شعور حكيم زيش في رؤى الله. طي كورا ممتاز هنا. هيلو. تسديدة مرت. توسيئة آلية للمتخب الغني. مرت بسلام. كورانة مغربية. هيلو الكورا. يشغل لuto الاستطرير يقدم من بعد. تسديدة يват. تسديدة سارو. كنت ح Gal? أيها الصدمت بعد تجم rainy這個平. مرتبو وتوقع نهائياً كيف تشديده؟ آه، اصطدمت في السيس وخلات الحارس يسقط ويرمع بنفسه يعني طبعاً تحامل الكورة بعيدة يعني كونتر بيه هذا ما يسمى في كورة القدم كونتر بيه يسين بلنو بسفته لاعب خبير يعني يقوم بتهديئة الدفاع برغم هذا الهدف في هاي كورا وفرغيني هنا وكانهم يستفيقون باتسجيلوا من الهدف في هاي كورا خطيرة أنا صعب 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 مرد جانبية صراحة المدخم غيني وكانهم يكسبت ثقة بعد الهدف في سجله وهذا شيء طبيعي وآدي هاي كورا منها يوصل على التوزيئة متزو سايس يكافح في وسط النفاع سايس يكافح يقاتل سرخة سايس الآن وكانهم يحاول يرجع لعبين إلى تركيزهم هاي لا يستفاق من حاكمة رأسية توزيئة الأدف الثالي شوف التمريرة كيفاش كانت بالرأس هو الكورا حطها لأطبق من ذهب وحطها في الشباك الهدف الثاني كورا كانت جميلة لعبة تاكتيكية رايعة هدف ثاني لمنتخب المغنبي في هذا اللحظات ثنين واحد الهام كورا جميلة جدا لنا هاي لعبة تاكتيكية وان تو ثري داخل الشباك هاو اللعب اللي رات أدي أداء كبير في الربو مرايات في هذا السيليكسيون توزيئة الأول تعود متخم غيني صراحة بشكل خطورة كبيرة المتخم الغيني في هذا اللحظات وكانوا يستفق هاي توزيئة عليونه والحرش يشين بلوا في المكان المناسب يسين غطلي كنت واعتقدة أنه خردت والخروج تحارس المرمى كما خافوا لما تكون الكورا عالية بزاف احتمال الخطاة ونسبة خطاة تكون كبيرة وعالية بزاف هاي كورونا مغربي ياي السديدة مرت مرت عليها المرمى بوم يا رباه مرت الكورونا المتخب المغربي يحاول بكل موتية من قولها استغلال هذا اللحظات لحظات عودة المخابر المتغبضين هنا المتغبضين هنا تدخل قوية دفاعي من سايز هل في ضربة جزاء أم لا دا حاكم يقول ما فيش ضربة جزاء ماذا يقول الحاكم تدخل ممتاز من هذا اللاعب سايز شبو ما إلى قرينتا الدفاعية ممتاز حاكيم هنا حاكمي سدد حاكيمي يوبا كيف مرت بهذا كيف مرت خارج الشيبر استضمت في المدفع العسماء الدقيل أشرب حاكيمي شوف الكورونا كيفاش كانت هنا بوم تسديدة قوية استضمت في الدفاع تعالوا الكورونا من خمغين هنا والتسديدة ربا تسديداتهم خطيرة على اللاعب نفسه ليسجر صح تسديداتهم خطيرة صراحة المدر اللي بالغيني طبعت حالي قومي تشجيع اللعبين هاي التسديدة كيفاش كانت يا ربا خطيرة وتخوف كورونا منتخب الغيني والدفاع يتدخل تعالوا الكورونا منتازة الكورو تسديد من بعض ويسيب بورنو في المكان المناسب يسيب بورنو في المكان المناسب يقوم بالسيطرة على الكورو الصعب عنا اللاعب خمارة وتسديدات خطيرة من خمغيني صراحة تخوف صراحة كورونا منتخب الغيني السيطرة على الكورو كورونا منتخب الغيني في المكان المناسب ويمرت في سلام لايها جميلة القيام به دكتان التي ل 66% يتسلل في هذا اللاحه راطي كورهنا سوفيان بوفال والتستيد يا ربه مرحة سوفيان بوفال لعب ليدخل لدي الفرق كبير جيسل كوره كانت جميلة مرحة جميلة صراحة اللعب رقم 15 سجل ألفين هذا يعني مسجل كما نقول يعني معلويات كور مرتفع عشب كبير هاي متخبضين وذي يتسلل ليس يدات التسلل الشغار وهاي التوزيع متوسط يا رباح يا رباح بدأينا لك يا لائب بوفال بلديك هدف في رجلك انت يا بوفال لعب كبير سوفيان بوفال والمقصية والعروع في الزاوية اللي كان جاي منها نحارس أبقى في مكانك يحارس المربع سوفيان بوفال هاي اللخطة الجميلة يا الله عليك يا بوفال مفتاز يا أبيبي هدف من لعب كبير خلّى يعني العديد بالأشخاص يتكلمون عليه خلّى العديد محبي كورة القدم يتابعوا مسيرته سواء مع النادي اللي لعب فيه سوفيان بوفال ختمة الرباعية المغربية في هذه المباراة مباراة التعاهل المتخب الجزيرة أيضا فات بأربعة أهداف صراحة شمال إفريقيا بقوة سنرى من سيصل إلى بعض نقطة في كأس الإفريقيا وكأس العالم إن شاء الله التعاهل يكون من نصيب المتخبات العربية المسلمة إن شاء الله يا ربي أشكركم من اشتماع الفيديو هذا الأخير نتقل في فيديو القناة إن شاء الله السلام عليكم من التعاهب البركات